اشتركوا في القناة الحقيقة ادارة قناة ناتو عربية تبقى سعيدة جدا وفخورة جدا بكل مشترك في القناة ان شاء الله تشوفوا خلال الايام القادمة سلسلة باتلفيلد سلسلة باتلفيلد تختيم لعبة باتلفيلد على قناة ناتو عربية اللي هو باتلفيلد سري طبعا الكل شاف التختيمات بتاعتها قبل كده ويعني مش حاجة جديدة ولكن بنحاول بقدر الامكان اننا ننوع المحتوى ممكن يبقى فيه عشان خطر الناس ما بتشوفش حاجات جديدة فممكن نلعب طور الانلاين في باتلفيلد سري ونستخدم اه الدبابات والطيقارات والمدفعية والراجمات والحاجات دي كلها في طور الانلاين عشان نختبر الاسلاحة دي ونقول لكم برضو الكفاية بتاعتها ايه وفي نفس الوقت انتم تقدروا كمان تتفرجوا وتستمتعوا بالفيديوهات الحمسية اللي هنعملها الفترة الجاية اللي هتكون سينيماتيك باذن الله عشان ومع ان الفيديوهات السينيماتيك دي بتتكلف يعني او بتستخدم فيها اه يعني منتاج قوي وكبير جدا طيب النهاردة ادارة اللعبة اخيرا يا شباب عملوا سيرفر على الديسكورد اه والسيرفر بتاعنا من السيرفرات الحقيقة المتأخرة ان هم اعملوها ديسكورد لان انا اه كنت موجود مع ادارة اللعبة فترة اه قصيرة من الوقت من زمان من فترة من ساعة لما كان ادارة عايزة ناس ترويج لليوتيوب ويرواجوا للعبة بتاعتهم على اليوتيوب فكانوا بيتواصلوا معايا في هذا التوقيت الحقيقة وآآ مكالمات وتواصل هاتفي بيني وبين ادارة اللعبة بشكل مباشر واللي حصل بقى انه هم بعد كده طبعا يعني خلاص الانهو المحادسة معايا بعد ما اختاروا اللي هو عبود بدون ما انا اشوف عبود عمل اما عرفش بصراحة ما يدور في الغرف المغلقة بس ما علينا انا وناس كتيرة جدا من اليوتيوبرز مميزين في انداء الحرب تم رفضهم او ما تمش القبود بيهم بسبب ان هم دايما بيطلبوا بتحسين اللعبة فبالتالي اللعبة عايزة ترويج مش عايزة حد يقعد يقولها تحسين فالمهم ان هم عملوا اه قناة الدسكورد اه في سيرفرات دخلت جديدة اه في سيرفرات كتير جدا وصلها الرسالة دي عشان خاطر ينضموا الى الدسكورد. طبعا قواعد الدسكورد يا شباب انا اجيب لكم مواعد الدسكورد انت بتضغط على رابط السيرفر بيوجهك لصفحة مباشرة يعني بعد ما تضغط على رابط السيرفر دي بيوجهك لصفحة مباشرة فيها ده اللي هو الانضمام لو انت عندك حساب في الدسكورد بتدخل الحساب ده وبتدخل الباس ورود بتاعه وبتبتدي تنضم ولو ضغط على ده التسجيل المستخدم لاول مرة بتبتدي تعمل حساب جديد من اول وجديد خالص تماما عشان خاطر تخش بيه السيرفر آآ وبعد كده بتعمل آآ اللي هو التأكد من انك لست زكاء اصناعيا فبتختار السور آآ المطابقة وبعد كده موضوع بيفتح معك بسهولة جدا وإيه السيرفر بتنضم ليه كل سهولة طيب بعد كده بقى بنخش على السيرفر اللي قدامنا ده سيرفر نداء الحرب يا شباب ده سيرفر نداء الحرب تمام سيرفر نداء الحرب ده في آآ اللي هو الدردشة العامة ودي مفتوحة على كل الاحتمالات يعني موجودة على كل الناس كلها موجودة في قلب الايه الدردشة العامة دي كلها تمام آآ الحاجة اللي لفت نظر هنا عبود جي ام عبود جي ام يا شباب اللي هو آآ عبود جي ام تشانل اللي هي قناة عبود حطينها كمان جوه آآ القناة الصوتية آآ ديسكورد علشان خاطر طبعا لما ينشر فيديوهات او ينشر حاجة هتتنشر بشكل تلقائي آآ ناس تجيلها اشعار ليه فيديوهات قناة عبود فعبود هيستفيد جدا من الحكاية دي الحقيقة يعني قناته هتستفيد جدا ولكن ما زلت اقول ان ده الحرب سقفها محدود ولن تتطور قناته وقناته ستظل هكذا تمام يعني هتوصل لحاجة معينة وهتقف عندها خلاص لان ما خلاص اللعبة ما عديتش ايه آآ الا بقى لو حصل تحديثات تانية وحتى لو حصلت تحديثات اللعبة للعابل اساسا زي دي بتبقى سقفها محدود نوعا ما عندنا كمان هنا آآ قناة خاصة بيه المقترحات المقترحات اللي هي مفروض دي بتكون مختصة بالمقترحات بس انا آآ شايف الناس ممكن تتكلم في اي حاجة يعني بس المقترحات خاصة بيه تطوير اللعبة ودي حاجة كويسة جدا من ادارة اللعبة واتمنى ان الكلام اللي بتكتب هنا آآ المقترحات اللي بتكتب بتكون مقترحات يعني الادارة تنفزها يعني مش اللي هو ايه حاطين لكم يلا عشان نراضيكم وخلاص ما فيش اي تنفيذ للمقترحات زي ما كنا بنرسلهم على الدعم آآ في اللعبة نفسها عندنا هنا الاعلانات لما بيعلنوا عن حاجة جديدة او في حدث جديد او في حاجة اعتقد ان هم بيحطوها هنا والدرداشة العامة وقنوات الصوتية اللي هو لو انت مثلا انت واصحابك عايزين تتكلموا في امر معين داخل ده الحرب بتقدروا تعملوا تنشؤوا قنوات صوتية مختلفة وتدخلوا جواها لانهما فاتحين حاليا اربع قنوات وسيرفر مية واحد لي آآ تلات قنوات صوتية ممكن نبتدي نشتغل فيهم ففيه قنوات صوتية عامة موجودة فوق طيب وهنا آآ دي قايمة الترحيب قايمة الترحيب طبعا ان هما بيرحب بيك في السيرفر الرسمي للعبة نداء الحرب طبعا يا شباب نتو عربية لها سيرفر ولكن السيرفر بتاعنا مش نشط ومش هيبقى نشط دلوقتي إلا ما مش هعملوا الوقتي إلا ما يكون في اكتر من لعبة على القناة وفي نفس الوقت لها محبين ومتابعين فعشان الناس تتكلم في كزا حاجة وتلعب كزا لعبة فيبقى السيرفر مخصص لنداء الحرب وسيرفر مخصص لبتل فيلد اونلاين وسيرفر مخصص لجراند سيفتو اوتو اونلاين وهنا طبعا بيقول لك انه لازم تقرأ القواعد ولازم تضغط على اعلامة الاعجاب دي اللي انتم شايفينها على طبعا اللوجو الكافر بتاع نداء الحرب طبعا آآ ده سيرفر نداء الحرب يا شباب وكل الناس الموجودة في آآ قناة الدسكورد الرسمية تمام آآ كل الناس الموجودة في آآ السيرفر ده آآ لحقيقة ناس يعني كلها افاضل وناس بتوجه لهم بكل التحية والتقدير ناس آآ لها خبرة ناس لها خبرة كبيرة جدا الناس هتستفيد آآ من الدرداشة الصوتية للم كل اللاعبين وفكرة كويسة من ادارة اللعبة من الافكار المميزة لنا احنا كلاعبين آآ الحقيقة بغض النظر بقى عن المكافئات والحاجات دي هو احنا طبعا لازم نهتم بالمكافئات والحاجات دي ادارة اللعبة مش مجرد قناة صوتية نحن نتكلم مع ناسنا وخلاص ولكن الحقيقة ان دي هتفيدنا آآ آآ في تطوير قدراتنا في قلب اللعبة ولكن يا جماعة حزاري حزاري واوجه تحزير لكل آآ قائد سيرفر لكل هيبة لكل نهاية عالم في السيرفرات اللعبة كلها خلي بالكم يا جماعة الدرداشة هنا مراقبة يعني اي كلمة هتكتبها متشافة وهما قلناك كده بشكل واضح في الصفحة الترحيبية بتاعتهم هنا طبعا بتختار السيرفر بتاعك انا مية واحد فاختارت رقم ستة فانا من سيرفر مية واحد بتفتح لك تشانل صوتية آآ تقدر انك تتكلم فيها في سيرفرك بس فما تضغطش على اي سيرفر مش خاص بيك آآ منعا يعني انك ممكن يقولك يلا مع السلامة او ويعملوا حظر لحسابك فحزاري سوما حزاري انك تتكلم في حاجات آآ مهمة جدا قصاد الناس آآ في خاصة بالتطوير وقصاد الادارة او الحاجة واحد مثلا بيطور قاعدته عنده مثلا فكرة معينة فممكن الادارة تشوف الفكرة دي وانا اخشى ان الادارة تكون عاملة الحكاية دي علشان خاطر بتقول مثلا في ذهنها انه بدل ما اللاعبين بتكلموا في السر وبتكلموا على الواتساب في سرا لأ ما احنا نعمل لهم تشانل صوتية ونشوفهم بيعملوا ايه على النور واخذ بالك يعني الفكرة كلها ايه انه آآ طب نشوف بقى اللاعبين اللي عامينه بيتطوروا دول وبيوصلوا دول بيتطوروا ازاي عشان خاطر نقطع عليهم بالمعنى كده بنفس المعنى الحرفي فانا اخشى وده ممكن يكون الحقيقة فعلا انه من بره شكله جميل من بره سيرفر آآ بيجمع الناس وآآ بيتناقش في المقترحات اللي احنا بنتكلم فيها بقى الناس ثانيتين تلاتة والادارة ما بتنفذهاش تمام فجأة كده الادارة تقول لك انا اعمل سيرفر عشان اخلي الناس اخلي الناس اتكلم لا ما اعتقدش انا اعتقد وده ما اعتقدش ان اي يوتيوبر خاص من ده الحرب هتكلم عنه ان السيرفر ده معمول لاستنباط اللاعبين في جميع السيرفرات استنباط الفكر الفكر والتفكير الناس دي بتتطور ازاي الناس دي بتعمل ازاي الناس دي بتجيب موارد ازاي الناس دي بتطور قاعدتها ازاي دهب بيجيبوه منين ده احنا عملين استنزف فيهم باكتر من فعالية وما فيش فايدة الناس عمالة تتطور برضو الله لا بقى ده احنا نعمل لهم سيرفر خاص بيهم كده بدل ما يتكلموا في الخاص وبتكلموا وبقاليهم خصوصي خصوصية لا احنا ننتهك الخصوصية بتاعتهم عن طريق ان احنا نقول لهم يلا يا جماعة خشوا اتكلموا فحزاري حزاري اثناء التكلم كلموا بقى مع بعض دردش وكده في الحاجات العامة ماشي ممكن تقولوا مقترحات وتقولوا حاجات لكن ما تتكلموش في 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 الاسرار خاصة بالتطوير تطوير قاعدتك دي دي اسرار ما نفعش تتنشر في الحاجات دي كلها عندهم عشان برضو ينشطوا آآ آآ ينشطوا السيرفرات تمام آآ وينشطوا القناة الصوتية بتاعتهم فعملين قناة خاصة بالميمز تمام دي مفروض مختصة بالميمز بس هما يا بان شاء الله يعني الناس بتكلم آآ الناس روحها حلوة في قلب فانا بتواجه للتحية كل الناس طبعا كل الناس بتواجه لها بأسمى معاني التحية والتقدير تمام وبازن الله هبعط لكم برضو اللينك عشان اللي مش بيدخل معا اللينك آآ من داخل اللعبة بس كل الناس بيدخل معاها يعني بس يحسب لكم اللينك برضو عشان اللي حابب ينضم او لسه ما يعرفش او لسه ما فتحش اللعبة او الناس المعتزلة لو حابة ان هي تنضم للدسكورد ده بغض النظر انت عندك آآ انت بتلعب او ما تلعبش لسه موجود في اللعبة دي ولا مش موجود فيها او اعتزلت تمام بغض النظر عن الاعتزال ده جروب جروب دسكورد عادي جدا خاص باللعبة وانت واحد مسلا ممكن لك اصحاب او لك اصدقاء في سيرفرات تانية ولما اعتزلت مش عارف تتوصل لهم فسيرفر دسكورد هو المكان المناسب اللي تقدر تتوصل به لكل لعيبة نداء الحرب وما زلت اقول ان عدد الاعضاء المنبرز هنا توتمئة وسبعين عضو ده عدد غير كافي آآ وعدد مش اللي هو العدد الكبير آآ لان طبعا فيه ناس كثيرة جدا موجودة جوه لعبة نداء للحرب فاعتقد ان كلهم مش دخلوا اه اغلبيتهم تنشوا واهملوا جروب الدسكورد فشكرا جزيلا لكم يا شباب آآ وآآ يعني الحقيقة انتم سبب رئيسي ان القناة تتطور ارجوكم مشتركوا في القناة آآ القناة قناة ناتو عربية محتاجة تجبر القناة دي محتاجة تجبر وترجع لمكانتها الطبيعية آآ وآآ باذن الله باذن الله يعني محتوى اللي جاي الفترة الجاية هيبقى اروع واحسن وافضل لان احنا هدفنا ان احنا نعمل حاجة جديدة على القناة نعمل محتوى يعجبكم بقدر الامكان وعلى قدر استطاعتي وآآ لو في اي حاجة اقدر فتكم بيها او اي حد ان الشباب عنده تقارير عايز يعرضها يرسلنا عبر البريد الكتروني يشام فؤاد مية وتسعة وستين دوتكم ده آآ البريد الخاص الكتروني خاص بيه المساعدات خاص بيه لو حد عايز يروج حاجة لو حد عايز كمان آآ انه هو ينشر حاجة يعني احنا هنساعده وإدارة القناة تساعده في نشر اللي هو عايزه كمان لان القناة دي ليست ملكا لهشام العسكري بل ملكا لكم وشكرا وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله على قناة ناتو عربي اشتركوا في القناة